كما جرت العادة تتسابق الكتل السياسية في العراق للفوز بمغانم السلطة والحصول على الحصة الكبرى من المناصب الحكومية لتتلاشى كل وعودها السابقة بتشكيل كتلة المعارضة لصنع توازن في المعادلة السياسية كما يدعي أنصار هذا التوجه فبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على الانتخابات انتهى اليوم الضجج الإعلامي تلك الكتل وتلاشت شعاراتها حتى المزيف منها لمداعبة مشاعر العراقيين من خلال تلوحها بالمعارضة وتهديد بعضها البعض بهذا الخيار بينما لم تشهد الساحة السياسية أي توجه حقيقي نحو المعارضة بعد ضمان كل كتلة حصتها من الغنيمة النائب رزاق الحيدري عن كتلة بدر برر الرضوخة للمحاصصة بالقول إن العملية السياسية في العراق تجبر القوى والكيانات عليها لأخذ نصيبها من الحكومة لكنه أصاب الحقيقة حين قال إنما تحدث به البعض عن لجوهم للمعارضة لم يكن سوى تصريحات إعلامية فارغة ويشير مراقبون إلى أن الحديث عن تشكيل كتلة برلمانية معارضة ضرب من الخيال فالكتل اليوم تتسارع على الفوز بالمكاسب والتهديد بالذهاب إلى المعارضة هو استعراض إعلامي لا غير الهدف منه الضغط على بعض القوى السياسية للحصول على مكاسب أكثر الصراع السياسي في العراق يشتعل في أكثر من جانب فمن صراع الوزارات الشاغرة إلى صراع المحافظين المحتدم في أكثر من محافظة ومنها العاصمة بغداد التي ما زالت تشهد جدلا واسعا بشأن شرعية فلاح الجزائري الذي انتخبه مجلس المحافظة الشهر الماضي وفي النجف نقضت المحكمة الاتحادية قرار إلغاء المحافظ لؤي الياسري بينما تقدم محافظ واسط الجديد محمد جميل المياحي باعتراض إلى مجلس المحافظة ردا على إلغاء قرار اختياره محافظا وتأتي حملة إيقاة المحافظين بالتزامن مع تحركات الحكومة والبرلمان لتحديد موعد انتخابات مجلس المحافظات بهدف إعادة رسم الخريطة السياسية داخل المحافظات والسيطر على إداراتها وبالتالي الحصول على مزيد من النفوذ والمغانم ترجمة نانسي قنقر